أحبائي في مصر والعالم كله تحياتي من قناة الصوت الصارخ معكم دكتور وديه روف ندافع عن كل إنسان المظلوم مؤمنا كان أو ملحدا الخط الفاصل في كل قضيانا التي نتناولها هو الحق نأخذ قدوتنا في الثورة على الظلم والتغيان من السائر الأول والأعظم وهو القديس يحلى المعمدان أعظم مواليد النساء مبرع المزنب والمزنب البريء كلاهما مكرهة الرب من فضلكم نطلب دعمكم لمشاركة بالقناة وتفعيل زر الجرس دمتم في رعاية الله دكتور وديه روف مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله من قناة الصوت الصارخ أقدم لكم هذه الحلقة المعونة الأمريكية يعني احنا فيه 300 مليون دولار بتجيننا معونات كل فترة ده غير حاجات في معونات عسكرية بتيجي ده قصة تانية 300 مليون دولار دول اتحجزت منهم 130 مليون دولار عشان ملف حقوق الإنسان في مصر طبعا إحنا البجاحة اللي عندنا مفيش زيها في الدنيا يعني احنا نكون عاملين و60 ألف سجنين هم نطلع لقولهم احنا كده في حقوق الإنسان ده احنا أحسن ناس ده احنا فلة ده احنا حرية الرأي متكفلة ده احنا العدالة واحنا الأمل واحنا المنى واحنا 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 ونكونها 60 ألف طب هم قالوا لك عندك بالأسامي افرج عن كذا وعن كذا وعن كذا وعن كذا وانت ما أفردتش وما عايزة بتقول لأ ازاي ده حرام ده ظلم أولا أولا مش من حقك تاخد معونا وانت تاخد معونا ليه يعني انت أساسا تاخد معونا ليه لما تكون انت دولة محترمة تاخد معونا ليه هو كم دولة في العالم بتاخد معونا هو دول أوروبا بتاخد معونات من أمريكا طب انت هتاخذ معنا ليه عشان عملت التفاقية السلام يعني هو انت كنت قد الحرب يعني انت كنت قد الحرب طب ماشي الدولة عايزات تعمل قانون انسان حقوق انسان طب نفس انت بتاخد دي قصد دي انت يعني عايز تاخد تمن حاجة انت ما بتعملهاش يعني 300 مليون مثلا او 130 مليون دول تمن انك انت تنفذ اجندة حقوق الانسان اعمل دي خد دي ما عملتش دي بتلطم ليه انت عايز تظلم الخلق وتقتل اللي تقتله وتدوس على اللي تدوس عليه وتسجن اللي تسجنه وفي نفس الوقت تاخد فلوس انك ماشي صح اولا دول اوروبا والدول امريكا مش غبية عندهم تقارير وعندهم تصوير من فوق وشايفين اللي بتعمل والبهدلة اللي بتتم والفلوس اساسا اللي بتديها الدولة عشان رفع مستوى البشر في مصر بتروح فين وفي اي مشاريع وهل المشاريع دي ليه ليها جدوى يعني انت لما تبنيلي ابراج وتبنيلي اصور ومدينة ومدينة انا هي احسن ابص الاقي الاطفال في المدارس قاعدين على الارض مفيش تخط لا يا اخ انت راح كل بلد ابني فيها عشر مدارس زيادة عشر مدارس زيادة عشان الطالب يقعد مراح رح يدرس ابني في كل بلد عشر مستشفيات احنا مستجين مستشفيات مش تبني مساجد مش تبني كنايس لا عدد المستشفيات مفروض يكون اكتر الشعب بيعية وفي اوبئة لا انت خل المواطن يعيش في كرامة يقعد على سرير يتعالج مش يقعد في الارض عشان ياخد محلول الطالب يقعد محترم على كرسي وتاخد كتبه من مجان لما تبنيلي في الصحراء ما لا لي بالصحراء هو الشعب ده حيستفاد ايه من المدينة الجديدة ولا انت بتعمل نفسك شكله انا ادرس اعال دول خارجية مش فاهمة يعني انا 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 يكون عيالي في البيت مش لقين ياكله وروح اشتدي بدلة عيالي في البيت مش لقين ياكله وروح اشتدي بدلة عشان يبقى شيك ولا الاول لان ااكل عيالي الاول ولبس عيالي الاول اشيك يعني رب الاسرة بيلبس عياله قبل ان بنلبس نفسه يعني يقول لك لأ اشوف طلبات ولادي الاول ولادي محتاجين ايه لبس محتاجين ايه اكل محتاجين ايه كتب محتاجين ايه خروج وبعد ما وفيهم لو فطت حاجة اشتري النفس يبقى هو بيسبقهم هكذا الدولة والنظام في رئيسة رئيس الدولة في كرواتيا كان عندها طيارة طيارة واحدة بعت الطيارة بعت الطيارة عشان الفقرة وعشان توفر لهم مساكن عشان توفر لهم مساكن انجيل امريكل اللي كانت رئيسة في المانيا رئيسة كانت قاعدة في شقة ايجار وصوروها بطعم روب كانت لبساها من عشرين سنة بتلبسه هو نفسه بيسألوها ليه قلت لهم هو صالح وكويس انا مش جاي عشان ان اتمنظر انا مش موديل لكن احنا عندنا طيارات لقوا نشتري طيارة عندنا قصور وبنين قصور وحنبني وحنبني قصور طب والعالم اللي مش لاقي يتاكل طب والطالب اللي مش لاقي كرسي يقعد عليه وتختى يقعد عليها فقه الاولويات فقه ان شعبي اخليه احسن قبل ما لا اكون احسن طيب المعونة الامريكية لا ده المعونة الامريكية هم في باقي باقي المئة وسبعين مليون من التلتمية ممكن بردو مايجوش وممكن يتحطوا على حاجة معينة السنين الجاية ممكن بدل ما مئة وتلتنين مليون ممكن التلتمية مايجوش وممكن تتأثر المعونات التانية ده غير كده ده في دول تانية من المتوقع عشان ما يلف حقوق الإنسان من سيء الى أسوأ حتى منظمة العافو الدولية اصدرت قرار عن مصر في ملف اقول انسان والمفاسد يعني مش حديلك من امريكا بس حديلك من امريكا ودول اوروبا فانت لازم تعدل نفسك تعدل نفسك ازاي لا تفرج عن الناس المسجونة تترك حرورية الرأي تترك حرورية الرأي وتسيب الناس وبلاش الكرباك ده وعمر الكرباك ده مدام مع حد يعني شوفوا تأملوا وتعلموا من اللي فات كل اللي كانوا مسكين كربيج قبل كده نهيتهم كانت ايه شكلهم كانوا اتعزوا اتعزوا يمكن ربنا يرحمكو طيب الجملة النقطة برضو اللي انا عايز اتكلم فيها والحقيقة البناء اللي اسمها حبيبة دي بتاعت الفستان لما قام عليها هياجو هي لابسة الفستان وقالت القصة بالكامل طبعا فيه كاميرات موجودة بتصور وهي طبعا يعني سبحان الله يعني البجاحة عملوا ايه اخدوا الكاميرات وشالوا الاجزاء كلها بتاعت الحوارات اللي حصلت مع حبيبة والحجاب ومش الحجاب والبنطلون ولابسة فستان لي وانت مسحية ولا مسلمة ولا وصفوها وراحوا رفعوا قضية على حبيبة اللي هو في جامع الطنطة ان هي تجنت علينا تجنت علينا وانه حرف عليها قضية وهتتسجن وطبخوا الطبخة فعلا انه رفعوا القضية البنية فعلا كل ده حصل معها وفعلا تنمروا عليها وفعلا لما لقوا القصة والبنية لقت نفسها هتتسجن قالوا لقوا عشان ما تتسجنش ونتنازل عن القضية تعالي اعتذري لنا وانه ده ما حصلش وانحنا هنتنازل عن القضية راحت البنية وراحت لابسة ايه بقاها هما في الحوارة بتاعهم قالوا ليه نسيت ما تلبس البنطلون تحت الفستان يعني لو كانت لابسة البنطلون تحت الفستان ما كانش في مشكلة ليه نسيت تلبس البنطلون تحت الفستان قالوا لقوا ده فستان طبيعي ما تلبش تحت البنطلون لما راحت تتصلح معهم كانت لابسة بانطلون وده يدل على ان الحوار كامل حصل لو الحوار ده كامل ما حصلش كانت راحت وهي لابسة فستان لكن هي راحت هي لابسة البانطلون مضت البنية اعتذار عشان تخلص من السجن وبعد كده ثابت هي الجامعة يبقى عندنا البنية متنمر عليها ومشتومة ومتبهدلة وحصل لها ازدراء ونخليها تعتذر طبعا عشان رئيس الجامعة بتاع طنطة ده راجل طائفي وده هتعتذر فاكرين طالبة السفر طالبة السفر مريم طالبة السفر اللي هي شطرة جدا جدا وبتجيب كل سنة 95 و99% في السنة العامة لقى كل المواد سفر وكان نائب رئيس الكنترول اخذ اوراقها وبدلها مع ابنه فابنه طبعا اخذ وعدت لقي دلقة في كل الطب مع النحمار وهي البنية اخذت سفر البنية قالت لا ده انا مجاوبة دي مش اوراقي طلعوا كل الناس واكتر من المزيع يقول انا مش متعطف معها انا مش مسدها ياه طب ايه اللي يثبت ايه اللي يثبت تاني سنة البنت تجيب 95% في السنة العامة وتدخل كلية سيدلة وتتخرج كل سنة بامتياز لا يمكن طالب يجيب سفر وفي السنة التانية يجيب 95% لا يمكن لا يمكن هات واحد كده جيب 60% وقول له عيد سنوية عامة تاني ما يجيبش 95% لو جاب حيجيب 62% 64% لكن ما يجيبش 95% وده يثبت ان هي ان هي ايه ان هي صح طب حقها فين طب اتحقها مع اللي ظلموها ما حصلش طب اتحقها مع اللي خدقورها ما حصلش لشان كده لكتابت بوسط قلت بعد ان اعتزرت حبيبة طارق لجلاديها في جامعة طنطة بعد تنمرها معليها لإثداها فستان هل نطلب من مريم طالبة السفر والتي حصلت على تقدير امتياز بكلية سيدلة ان تقدم اعتزارها لمن قاموا بتبديل اوراقها بكمسيون السيود بامتحان السنوية اللي اختشوا ماتوا دكتور وجيرة اوف اهي وهو طبعا هي البتت ظلمت واعتزرت يبقى دي برضو تعتزر ان هي اشتكت الكمسيون وقالت بدل ورقي مع انهم هم بدل لورقها وزي ما مريم مظلومة زي ما حبيبة مظلومة وعملوا معها الحوار اللي مش حلو دا اشتركوا في القناة